اشتركوا في القناة ولما اسمع اسم تفريع الحصانين عمل ازاي وافكاره ايه انا هقولك عليه لكن تفصيليا والميدل جيم ورايحين على اندي جيم عمل ازاي مستحيل تلاقي حاجة مندي في فيديو اقل من ساعة هذا الفيديو موجه للمبتدئين اللي عايزين يبدأوا يجربوا الكاروكان ويلعبوه كسلاح ضد بيدا مالك واذا اراد ان يستزيد فعليه بكتاب او كرس مفصل اللهم بلغت اللهم فاشهد يلا بنا بيدا مالك سي سيكس دي النقلة الاولى لدفاع الكاروكان دي فور بيدا اين في الوسط والان دي فايف بضرب الوسط انا زيي زيك الفكرة ببساطة كلها تحكم وسيطرة على الوسط صاحب ما حط بيدا في الوسط يا اما الاسود يحط بيدا مباشرة ده تفريع اخر يا اما يحارب الوسط هو كمان بالسقلي يا اما يحضر لبيدا في الوسط بسي سيكس دي فايف على فكرة في دفاع اخر اسمه The Scandinavian او الاسكندنافي بيدرب الوسط مباشرة عيبه انه بياكل بتاكل بالوزير وبياخد عليك وقت بيكسب عليك نقلات سي سيكس نقلة محترمة جدا والان بدأ اين في الوسط وعليها دي فايف في هذا الشكل هنشوف اربع نقلات الاولى والتي تلعب في المستوى يعني الوسط الى المبتدئ دائما لانها سهلة هي بيدا في بيدا بيدا في بيدا ده اسمه تفريع التكسير النقلة التانية هي classical variation او التفريع الكلاسيكي بنايت سي ثري ولما تاكل ياكل النقلة التالتة هو اني ادفع وده سلاح المحترفين ضد الكاروكان وهسيبه للاخر لان ده اللي هيلعبهو لك معنا انك بتلعب مع حد مستوى عالي مش مستوى اي كلام مش مبتدئ وبالتالي ذلك سيتطلب منك دراسة اكبر واعنف والاخير في هذا الشكل هو F3 او ما يعرف بالفانتاسي variation او التفريع الفانتازيا يلا بينا بسم الله لايك لذيذ اشترك في القناة لو مهتم بهذا المحتوى ويلا بينا التفريع الاول يا عزيزي هو بعد E4 E5 بيدا في بيدا في بيدا ده الاكستشينج variation بعد بيدا في بيدا في بيدا بيشب D3 هي النقلة الموجودة هنا وايضا في حاجة اسمها Pan of Attack او هجوم Pan of Budvinik يعني في نقلتين في هذا الشكل النقلة التي يلعبها المبتدئين دائما هي البشب الشيء المبتدئين يعني الابيض بالعكس ده كارلسون لعب هذا اللاين لكن هو سهل يتلعب بالابيض وافكار واضحة وصريحة فالمبتدئين والمتوسطين بيستخدموه افهم كلامي صح لكن ممكن تقعد قدام GM يلعبه ويكسبك عادي فهم قصدي؟ أوكي Knight C6 هي هات البيضاء يحمي البيضاء واخد بالك من هذا الشكل البيضقي هذا الشكل يتم مهاجمته بـ A6 بي 5 بي 4 بيضاء في بيضاء لو اكل بالحصان لو ساعتها لسه الحصان موجود هيبقى البيضاء ده ضعيف والبيضاء ده ضعيف اما لو اكل بالبيضاء فالبيضاء اللي على C3 بيكون متأخر ويمكن الضغط عليه من خلال QC7 والرخ اللي بعد ما تبايت تيجي تضغط وممكن كمان لو مش عارف تاكله تعمل قدامه مربع ضعيف فالحصان ممكن يجي هنا ويقب هنا ما عادش فيه بيضاء بيدفع لان انا كسرنا البيضاء ده مع البيضاء ده فهمني المهم Knight F6 الآن بكمل انتشار وهنا فيه لين مشهور والاول على الديتابيز هو البيشب وعليها انا بخرج بالفيل دي نيزة الكاروكان اني دايما بخرج بالفيل قبل مقفل عليه او هو ده الهدف من الكاروكان خرجت بتمبو والوزير بيتحرج هنا يضغط على البيضاء وانت بتحمي البيضاء والان ناوي يطلع هنا بس خايف بيدقه تتعوج فبيطلع بدا اولا وبعدين تدفع البيضاء يطلع بالحصان الاخر تقف وشه خد بالك لو اكل اكل البيضاء ده مش احسن حاجة بعد ما بتطلبه وبيمشي اوعى تاكل البيضاء ده دلوقتي لكن بيت وبعد ما يبيت برضو اوعى تاكل البيضاء ده دلوقتي نتيجة ان الربطة دي قوية جدا ممنوع تيجي كده بيأكلوا وبصراحة الحصان بيتخسر فالصح الاول هي روك هنا وبعد ما الوزير يمشي تاكل والمسائل تتعوج الابيض مع بيدق زيادة لكنه بيدق راكب وقصده كمان بيدق ضعيف وبتبدأ انت بقى تزود الضغط على هذا البيضاء ومعاك مباراة جيدة جدا ونشاط قطعي ممتاز اما لو ما اخدش البيضاء وده الاكتر اللي بيحصل انه ما ياخدش البيضاء ويبيت مثلا وانت تبيت بتبدأ انت تلعب على فكرة A6 B5 B4 وتاكل لكن بصراحة عمليا انت برضو لازم تكون عارف هالدافع ازاي مثلا احد النقلات المشهورة انه ناوي دلوقتي يعمل هجوم على ملكك لو صبر لان انت تعمل الحاجات دي وتعمل اضعاف وتاكله وترقي بيدق والكلام ده مول هو بيعمل ايه ما هو لازم يحربك الفكرة الان انه ناوي يقفزها هنا ويعمل حصان قوي لو اكلت ياكل بالبيدق ويكسب بيدق من الاتنين فيفضل يا عزيزي ان تنتش ينتش ثم تذهب ليه بقولك تاكل ليه بقولك تاكل لو مكلتش ورجعت كوينها هنا مباشرة نايت اي فايف قوية ولو اكلت اكلت مشيت كوين سي سيفن هنا سي تو هنا سخيفة وبصراحة الفيل ده انا بعاني فيه تمامين شوية هيقعد يعمل عليك انت لو حياتي عايز تلعب كده مثلا طب لو الدك دي وبعدين الدك دي طب ما بيش بتيكس بون تيكس كوين تيكس اصبح الفيل بيلعب ضدك مش بيلعب معاك فمن الحكمة ان تتخلص في هذا الشكل من الفيل ثم تعود لحماية البيدق وايضا نقلة وقائية ضد نايت اي فايف لان دلوقتي ممكن تاكل يعني لو لعب كده خد بالك فيه ضغط هنا يعني لو انت بدأت السكة دي نايت اي فايف جامده لانك ما تقدرش تاكل حياكل بالبيدق تمشي ويسقط ويسقط البيدق ده فالصح هنا دلوقتي انك ما تلعبش اي سيكس لكن تلعب جي سيكس برضو بتمنع فكرة نايت اي فايف لان دلوقتي باكل عادي وبقى عندي ضعف وعندي حصان بيطلع هنا ويطلب وهكذا اديني فصصتلك هذا اللاين ما اعتقدش انه هتكلم في معظم اللاينات بهذا الشكل هليني مثلا اكلمك عن البانوف اتاك وهو بدلا من بيشيب دي ثري ان يلعب الابيض سي فور والان ستدعم انت الوسط بهذا الشكل سيخرج ضاغطا على الوسط بهذا الشكل وانت كمان هتطلع بالحصانين وهنا في نقلتين النقلة الاولى انه يلعب نايت والتانية انه يلعب بيشيب يضغط على الوسط لو لعب نايت يا عزيزي فانت كمان عندك فرصة تخرج بالفيل والان اذا هرب من ذلك الاول بيلعبه بيدق في بيدق وبعدين تاكل وبعدين بيلعب كوين بثري ده المين لاين هرب من الضبط خلاص ودلوقتي ضبط ملوش معنى فبتكسر وبتكسر وما بتاخدش البيدق ده اوعاء لان الملك بتاعك لسه ما اخدش نفس فالكش دي قوية جدا يعني اخد بالك الكش دي جمده اوي لو اكلت اكل ولو غطيت حصان ولو اكل وزير الكش وبياخد الوزير مع قطعة كاملة زيادة تيك كير ولذلك قبل ما بناكل البيدق بنعمل كده نفس للملك وصاحبنا بياكل البيدق دلوقتي وانت بتاكل البيدق وبيديك كش وبتاكل وبيديك كش اخر بس قبل ما يديك كش اخر بهذا الشكل بيخسرك التبييد بكوين سي سي سيكس ولازم تتحرك لانك لو غطيت بتخسر رخك فبتتحرك بهذه الطريقة والان بيرجع قطعته وتقوله تعالى نكسر بياكل بكش بتاكل بياكل بهذه الطريقة والمعلومة اللي محتاج تعرفها في هذا الشكل انك لو كسرت الفيلة مع بعضها تعرف تتعادل كينج لو بيت مثلا بشي بي فور ممنوع تقف في وشي وكمان شوية حاول تعمل كده في كده وتكسر الفيلة مع بعض ومقابل هذا البيدق الضعيف البيدق دي ضعيفة نسبة تعادل الاسود في هذا الشكل وصلت الى 79% ايضا لو ملعبش نايت وما سمحلكش بالربطة لكن ضغط على الوسط ببيشب تذكر بيشب اي سيكس اللاين الاخر انك تاكل لكن محتاج شوية دراسة كبيرة بيشب اي سيكس منطقية والفيل ده هيخرج بيشب جي سيكس بيشب جي سيبن طيب اللاين الوحيد اللي انت محتاج تعرفه علشان ما تقعشف الفخ بتاعه هو اللاين بتاع اي ثري وإذا لعبت الآن G6 بيلعب تيكس تيكس وبياكل بتاكل وبيديك الكش اللي شكلها غريب جداً دي ولو رجعت هنا دي بلندر علشان الكش القاتلة أو علشان حتى هيدفع البيضق الآن وهياخد قطعة لكن حتى لو أنت لعبت بشربها هنا تغطي برضو دي بلندر نتيجة الكش عايز القطعة أو مش كش دي مش كش أساساً بس هات القطعة قطعة تحبست لو رجع بياخد برضو دي 5 وبياخد منك قطعة ولذلك أفضل نقلة في هذا الشكل هي نايت E7 والشكل ده تعادلي ولو أكل تاكل كده في الوقت يبقى هو محتاج يكمل انتشار حتى لو الدكش تاكل الدكش تمشي وبعدين تطلع وبعدين الفيل وبعدين أف أو تطلع كده وتضغط على البيضق شكل تعادلي أيضاً ممكن تعمل حاجة زي كده في كده وتقف في وش البيضق السالك والشكل تعادل إنجل بيولها أفضل نقلة تبييت وعليها نايت F5 هات البيضق لو دفع البيضق أعتقد نايت D6 نقلة ممتازة تفوق واحد للإسود في هذا الشكل أوكي اللي متابع سلسلة فشر أنا نزلت مباراة جديدة وكان فيها تفريع سبه اللي فات بتاع النهايات أبقى بصوا عليه بتاع النهايات بتاع الرخاخ مع الفيل لو ما عملش هذا اللاين السخيف بتاع الـ A3 اللي انت محتاج تفتكره ولعب أي حاجة تانية زي بش بـ A2 مثلاً انت كمان بتكمل لو عمل حاجة زي كده انت بتبيت الإنجن بيقول لك أنا ممكن تاكل أصلاً بس انت حتى لو بيتت أمورك كويسة وافتكر دايماً إن الدفع بتاع C4 دي عليها نايت E4 جامدة ولو رجع كده تذكر ان انت ممكن تاكل وياكل وبتدفع البيدة وموقفك بقى ممتاز للفيلين طيب ده بالنسبة للـ Pan of Boudvinic Attack فإحنا في هذا الشكل شفنا تفريع التكسير وشفنا بيشيب D3 وقلنا عليها دي فيه حاجة في البيشيب D3 بس انت سيت أقولها لك فاسمح لي أقولها لك انه لو لعب ضد الفيل بتاعك يعني انت دلوقتي انت شرط مطلعش كده قالك لا ما تطلعش تربطني خالص وانت دلوقتي محتاج تقفل بقى على فيلك لا عندك فكرة انك تلعب G6 وعليها توقف فوش ولو منعك بتكر ان دي بلندر لتيجة H5 ولو دفع البيدأ خلاص انت وضعك ممتاز والمربع ده بتاعك فمحدش بيلعب G4 دي لانها بلندر لكن بيكملوا لعب عادي وانت بتقف فوشه ولو أكل بتاكل وبتفتح الفيل وبتلعب مباراة جميلة اسفار على الانجين 47% مكسب للإسود في هذه الأشكال بالنسبة لتفريع التكسير انا تقريبا قلتلك اللي انت ممكن تبني عليه ايه؟ يعني قلتلك رصة لذيذة ممكن تبني عليها بقى من كرس متكامل سواء كرس منزله من على التليجرام اشتريته من على تشيسابل اي كتاب بي دي اف محترم اذكر اني درست قبل كده الكاروكان من كتاب بتاع جراند ماستر ريبرتوار ايش فاكر اسم الجراند ماستر حاجة اشكف كده بس شطر قوي كان كتاب رائع اوكي خلينا نشوف حاجة تانية تفريع اخر نشوف الكلاسيكال فارييشن ايه رأيك؟ نشوف التفريع الرئيسي اي فور سي سيكس دي فور دي فايف والان نايت سي ثري وانت بتبادل بيدق في بيدق بياكل وهنا في نقلتين الاولى على الانجين والان انا مرشحالك دلوقتي انت لعب نايت اف سيكس ومعندكش اي مانع ان البادق تتعوج بس حاول تلعب على ميد الجيم قوي يعني ما تحاولش تخش نهايات في هذا الشكل هتديك افكار جيدة ممكن تلعب بيها في هذا الشكل اللاين الاخر على فكرة هو انك تطلب الحصان الحصان يرجع والفيل يرجع وبعدين بيتم مهاجمة هذا الفيل وبعدين تفتح نفسه وبعدين حصان عايز دي فبتقول له لا لو سمحت وبعدين يقول لك يمشي وفي الاخر بتقوم عامل كده فبياكل ياكل ودي ثيوري طويلة عريضة في اكتر من سبع تلاف مباراة لعبت في هذا التفريع لكن مش ده ترشيح بتاعي يعني ترشيح بتاعي في هذا الشكل زي ما قلتلك هو نايت طبعا لو رجع بهذه الطريقة جي سيكس و اتش فور اتش فايف و اتش فايف اتش فور و بيشب متشك ممتاز تضيع قاعد بيضيع وقته بالحصان شكل صفار خلاص لكن المين لاين انه ياكل تاكل بهذه الطريقة لتفتح للفيل والان سي ثري هي النقلة الجامدة جدا التي يجب ان تحترمها بيشب دي سيكس الان و بيشب دي تري تبيت كوين سي سفن بتدي كيش بيقفل الكيش والان تذكر هذه النقلة لانه طالب ضربها هنا ممكن تلعب اتش سيكس لكن ايضا اتش فايف ممتازة و انا لعبت مباريات كتير بال اتش فايف و فكرتها انه لو بيت اصير و دي النقلة الاولى عدتها بيز بتقوم دافع البدأ واحدة كمان عشان الحصان ما يتطورش خد بالك ان الافكار بتاعتك لها علاقة بانه لو لعب اتش ثري ممكن تلعب بيشب كوين والضحي والحصان الاخر بيلف كده في كده و ممكن يجي هنا او يجي هنا حسب اللعب ما يمشي و بس مطش مجرد مطش شوف انت بقى هتمشي في زي اتش ثري على فكرة البست موف على الانجن و عليها نايت دي سيفن و دلوقتي اعتقد بيشب اي ثري النقلة الاولى و عليها نايت اف ايت و الارخخ هتبدأ تيجي المباراة و الان بيشب اي سيكس يمكن يلعب كوين دي سيفن يمكن تلعب كوين سي سيفن يمكن تعط الرخ في وش الوزير كل قطعك ممتازة و افكار التضحيات يعني خليها في بالك دايما اوكي طب افرد بقى مبيتش قصير و املعب بيشب و عاوز يبيت طويل تذكر نفسي بتصة نايت تبيت طويل نايت ولو ان دلوقتي ما عدتش بحب ألعب نايت دي اوي بقيت بحب ألعب اي فايف بي فايف نايت بي سيكس يعني اهاجم بالحصان لكن نايت دي ممتازة منعت كل الافكار بتاعت الكشات والحوارات لو ناوي يعمل حاجة زي كده وهات البيدق وبتاع انت ممكن تطنش البيدق ده تماما وتبدأ تاخد مبادرة على هذا الجناح لو اخد البيدق هو بيضيع وقت الان كوين اي فايف جامدة جدا الان بي فايف جامدة جدا في نقل جامد كتير كوين اي فايف اقوى نقل هات البيدق والان اذا دفع جي فور الانجين بيقول كوين تيكس اي تو والشكل صفار انت بقى يعني توكر على الله وابدأ ادرس بقى بزيادة انا حطيت لك الرصة الاساسية هذا الشكل تبييت متعاكس بندفع بيادة اللي بيكسب وقته ويفتح لاين على الخصم اسرع هيوصل وحيكسب وهيدي التاني كشرمات اوكي ده بالنسبة اللي عايز اقول لك اللي عايز اقول لك كمان ان ما تحاولش تروح الاند جيم النهايات في هذي الاشكال مش افضل حاجة لان المجوريتي بتاعتك او الافضلية البيدقية اربعة على تلاتة هنا للاسف ما بتعرفش تعمل بها بيدق سالك لو الابيض بيلعب صح طول ما الابيض بيلعب صح طول ما انت قاعد بتدفع انت مش عارف تطلع من الاربعة دول بيدق سالك ضد التلاتة دول للأسف بينما الابيض يستطيع ان هو يعمل بيدق سالك في الاخر سواء هنا سواء في اي حتة بقى على الجناح حسب ما اللعب يمشي اوكي في نقلة كمان في الكلاسيكال فارييشن محتاج تعرفها بيشيب سي فور فكرة بيشيب سي فور ان لو لعبت بيشيبها هنا هيديك كش جامدة جاءت انت مضطر ترجع فتذكر نايت اي سيكس اذكر ان لعبت ضد احد يعني لعب من افضل اللاعبين بيلعبوا في الدورة الممتاز وكسبته ومطش رابط بالنقلة دي فكرة انه لو اكل خد بالك بتديله كيش وبتاخد الفيل لكن في اسوأ الظروف حتى لو كالت بالبيدق الانجين بيدي ان الاسود معه الفيلين ومعه السيمي اوبن فايل تعويض ممتاز لو اديك الفيل في الحصان وحتى كالت بالبيدق لكن طباما ينفع تدي كيش وتاكل اعمل كده لكن لو معدش ينفع ما تخافش من الشكل والفكرة انه لو سابك دلوقتي لعب سي ثري مثلا فالان الحصان بيعود وبيقفل بقى الكشات مع الفيل اوكي عظيم ده بالنسبة لكل ما اردت ان اقوله في هذا الفيديو لهذا المستوى من الشطرنج في الكلاسيكال فارييشن تعال نخش عالتقيل شوية اوه تعال 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 نخش على الادفانس فارييشن الادفانس فارييشن الادفانس فارييشن اوه اين هو اين هو ايوان ارجع يبدأ ببيدأ مالك ببيدأ مالك و ده تفريع التقديم هنطلع بالفيل وعاوز أقولك أن هنا في تفريعين أساسيين تفريع اسمه تال فاريشن يعني تفريع تال وتفريع اسمه شورت فاريشن يعني بتاع نايجل شورت اللي استخدمه الجراند مستر البريطاني نايجل شورت وعمل بنتايج جيدة جدا في مسيرته الشطرنجية اللاين بتاع تال بيبدأ بH4 وهذه النقلة تحوي بين طياتها بخ لو قفلت ولعبت طبيعي هيدفع دي في وشك ترجع تتحبس تمشي تتحبس الفيل راح وبالتال لازم تكون مسح صح وتلعب عن نقلة دي H5 أوكي أوكي بيخرج بتمبو عادي بس أنا مش عايز أدي أفضل مربعات للأبيض الأفضل إنك تدي الكيش أولا وبعد ما يقفل على الفيل بتاعه بهذه الطريقة جديد بالذكر أنه لو عمل كده كوين A6 تعال نكسر لكن لو قفل بهذه الطريقة فالآن A6 خلاص ومعدش البشب بيخرج فيكمل لعب بنايت F3 ونتيجة إن الفيل مقفول عليه بتخرج كده وتروح هنا وتقفل تبييت الحصان يذهب C4 بشب E7 كملت انتشار ضغط على البيد يحمى البيد تبيت عادي بي3 عاوز يطلع فيله الرخ بتيجي ودي نقلة قوية لأنها بتحضر للC5 بشب B2C5 بتيجي في بيدة تاكل بالرخ هات وزيرك الوزير يتحرك رابطاً الحصان على الوزير كوين E4 تاكل ياكل تاكل ياكل تطلع بتنبو على الفيل الفيل يتسحب وتجوز الشكل بتاعك ممتاز ما فيش أي مشاكل ده بالنسبة لبشب D3 ماذا عن بشب G5 عود يا عزيزي عود أيوا ماذا عن بشب G5 اللي هو ممنوع أساساً الآن لو لعبت الكيش ممكن لعب C3 وخلاص لكن كوين B6 أيضاً قوية بضغط على هذا البيد والآن بشب D3 بشب تيكس كوين تيكس والآن كوين A6 تعالى لو سمحت نكسر لو كسر ما تخافش إطلاقاً هذا الشكل وصف الداتابيز مرة قبل كده والإس وتكسب نتيجة إن ما عادش فيه قطع سيئة الفيل بتاعك اللي المفروض سيئ تخلص مع الفيل الجيد E6 الفيل يطلع والحصان هيطلع من هنا في هنا مطش ممتاز لكن لو تجنب التكسير الآن E6 لو طلع بالحصان من هنا مضطرر إنه خلاص أخذ الوزير للمربع الآخر 9 D7 تبييت بشب تعالى نكسر 9 F4 والآن ممكن تاكل ياكل خد بالك إنه ضغط هنا لكن ممكن تسيب له البيداء عادي جدا ولو أخذ البيداء 9 F5 انت حميت البيداء الآخر الآن جدير بالذكر إن النقلات دي كلها فشلة علشان فيه 9 X D4 جمدة ولو هو طلبك مثلا ففيه 9 X هنا جمدة كمان اللي هو أصلا لو كالت كده بتخسر كده ولو كالت كده بتخسر كده فوق خمسة للإسود يعني خد بالك إن النقلات دي كلها نقلات فاكسانة 9 F5 وعليها C3 أحمى البيداء والآن QB6 ضغط 9 D2 تنتش البيداء عادي خد بالك إنك عايز الحصان ما ينفعش يعمل لك كده يعني الحصان مطلوب فبيحمل حصان والآن G6 إمشي لو سمحت يديك كش تكسر وتبايت طويله وما تخافشي خلاص البدأ دلوقتي ما أحمي بالملك وأنا عايز أقول لك إنه هو لو حاول يفتح عليك لاينات مثلا يلعب كده مثلا عمل مصيبة هنا ممكن تعمل كده وتضغط معك فوق 2.5 ممكن تجوز وعاوز متات في لعب ده بالنسبة لللاين بتاع بتاع بيشيب G5 طيب في لين أخر بتاع السي فور بقى نفس التفريع H4 تال فارييشن H5 ممنوع تحبس فيلي والآن سي فور عاوز يفتح الوسط بسرعة ولا يهمني E6 Nc3 Nse7 خد بالك إن المطش كله سيتمحور حول فكرة إني حاكل والمربع ده يبقى بتاعي أخط فيه الإحصانة بتاعتي والقطع بتاعتي ده جاي من هنا والتاني جاي من هنا في هنا في هنا QB6 مش بعيد عن الربطة والآن QD2 حمل بيدة إلا على B2 تاكل دلوقتي ياكل وبعدين Nd7 Nf3 تبيت طويل تبيت طويل إذا نوفلتي على فكرة ما تلعبتش قبل كده لكنها نقلة جيدة تبيت والآن لابد أن تتذكر هذه النقلة F3 لأنك لازم تضرب الوسط F6 لو أكل أكلت رجع في وشك هات الفيل لو سمحت الفيل إلا إله طريق والآن Nd5 ياكل تاكل ياكل تاكل والشكل صفار اللي بوريهولك ده تفريع من 100 ألف تفريع ممكن يظهر أمامك لكن أنت عارف الرصة عارف بتحط قطعك فين وأماكن القطع الجيدة فين ده بالنسبة لقصة لقصة السيفور عايزة وديك حاجة كمان لو مكلش لو رجع مباشرة فتلك إن النقلة دي مش أحسن الحاجة دلوقتي إن عليها QE2 وهيبدأ بقى يسخف عليك وخبالك فالأفضل إنك ترجعها هنا وتفضي مكان للحصان مثلا يعمل كده الحصان بييجي والحصان التاني بييجي فيه كلام كبير هنا وخبالك أوكي لابيسود هنا معتها فوقات جيدة معتها فوق واحد وشوية ده بالنسبة لل TAL Variation تعال أكلمك على Advanced Variation بس تفريع Short صعب جدا مش Short اللي هو بتلبسه وانت نزل للبسين لأ Short اللي هو Nigel Short آم أوكي تفريع Nigel Short إنه يطلع بالحصان وبعدين يطلع بالفيل هنا ويبدأ يسخف على هذا الفيل الآن لابد أن تضرب الوسط بيشب مهدداً أن يأخذ بيدك QB6 ده التفريع اللي قلتلك لو قابلته يبقى أنت بتلعب مستوى عالي وبالتالي أنت كمان لازم تدرس قصاده كتير وبقوة لو أنت تقييمك زاد ومستوك زاد لأن هنا هنا في دراسة بقى هنا ما فيش بالSense هنا كل حاجة محسوبة Knight C3 Knight ها هنا خد بالك فيه نقلتين هنا فيه نقلة إنه يطلبك وإنت تديله كيش وبعدين يلعب C3 عشان يحمي وبعدين أنت تقفل السكة وبعدين هو يلعب بي4 مثلاً نقل كتير هنا هنا فيه تضحية على فكرة بيشيب تيكس تيكس Knight تيكس وفيه تفريع آخر إنه هو مثلاً يبيت فأنت تلعب ب5 فيغتص فتاكل فياكل وبعدين تكمل انتشارك ماشي ده مش التفريع الأكثر تحدياً التفريع الأكثر تحدياً إنه يبيت دلوقتي ودلوقتي أنت لازم تبرر إن تجيت هنا ليه بإنك تاكل البيدأ دي أفضل نقلة أي حاجة تانية الأبيض هيكون أحسن لأنه خلاص هو ناوي نط وياخد البيدأ ومعتش فيه عندك إنك تهرب بكيش فبتنتش البيدأ هذا الحصان والآن أفضل نقلة هي Queen E1 جديد بالذكر إن حاجة زي كده تلعبت قدامي قريب جداً طبعاً ما بتاكلش لأنه بيأكل هنا وبيفرتكك خلاص أنت بتخسر لكن أفضل حاجة إنك تاكل وبعد ما ياكل أنا خايف قوي لو لعبت بي 6 بخسر بيربطني وبياكل بياكل بيديقني فيه تفوق 7 من 10 8 من 10 للأبيض في هذا الشكل أفضل نقلة هنا بتفوق 2 الأسود هي التبيت الطويل أوعي تنساها ده باقول لنفسي ألا باقول لك التبيت الطويل أنا بنساه فكرة إنه ما قدرش يأكل بيخسر قطعة أوكي لكن المين لاين إنه يحمي بهذه الطريقة واخد بالك إنه في نقلة كمان جامدة قوي هنا هي Knight B5 يا إلهي ده عايز بلاوي بس C4 وبتسيب له الحصان وبتاخد بيادئ كتير في هذا التفريع يعني مثلا لو اتدكش بتخش عليه بياكل والله ما هو طلع تاني فبتاخد بيدأ كمان في السكة والوزير ممكن يربطك لكن إنت بتطلع كمان تقول له أنت بتعمل إيه فبيقف في وشك برك F ها هنا فبتاكل وبعدين يأكل وبعدين تاكل وبعدين بيأكل بكش هنا بتتحرك وبعدين لو أكل هنا دي بلندر عشان عندك Bishop A5 معاتش ينفع يديك كشات ولا حاجة خلاص وكل ده بقى تحضيرات خد بالك يعني كل ده تحضير هات الرخ طب هات اللي معرفش إيه طب يسحب نفسه ويدفع البيض أتفق أربعة للأسود بس كل ده تحضير ومذاكرة النقل الأساسية هنا بدلا من أن يأكل أنه يلعب بدلا من أن يأكل هنا أنه يلعب كده بكش وأنت تتحرك وياكل تاكل هنا وبعدين تكمل انتشار وبعدين تحمي وبعدين تاكل وتسيب له البيضاء ده مقابل أن أنت برضو معاك بيداء سالك بيجري ياكل تاكل وبعدين تقرب وتدفع وتقرب مطش مطش مجرم كله تحضير يعني الحد هنا ملعوب نقلاته ومذاكرة أوكي كله ده أخب بالك فين كله ده في النقلة اللي مش أساسية أساسا كله ده في النقلة الأساسية كوين إي وون النقلة المش أساسية دي وعليها العقاب ده أوعى تنسى لأن أنت لو ملعبتش سي فور أي حد تاني ماكساب أبيض أنا بقول لك التفريع ده صعب ياابا صعب المهم نايت دي 5 والآن صاحبنا هيحمي وهنا تظن أنك نتاج تبدأ وجريت بس خب بالك أنت ما بتجريش ولا حاجة لأنك بياكل دلوقتي ولو عملت حاجة زي كده بتخسر تماما فما تجريش كمل في اللعب للآخر أفضل نقلة أن تأكل وصاحبنا يأكل بالفيل أفضل حاجة أو أكل بالحصان فبتربطه وبعدين بيهرب بهذا الشكل فبتاكل بيرجع يأكل فبتلعب دي 4 بيمشي بتاكل بيدي الكش بتطلبه بيمشي ودي نقلة مهمة جدا لأنك لو لعبت حاجة زي كده هو اللي بيطلبك وأنا بقول لك بالشعرة وبعد مسيادتك تمشي في أي حتة هيكل بكش هنا وهيزعلك ففي هذا التفريع لابد أن تتذكتر هذه النقلة لحماية البتاع ولأن إذا عمل كده بتاكل عادي ومعادش عنده روكتيكس المين لاين هنا إن هم ما بيكلوش بالحصان بيأكلوا بالفيل وعليها تاكل تاكل وتربط يحمي نفسه والآن بيش بA5 نقلة مهمة عشان تمنع التهديد ده الرخ نهات وزيرك تاكل الرخ طلعت تحمل الحصان بزيادة تكمل انتشارك كيش تمشي يأكل البيد ترجع بهذا الشكل يرجع تاني ترجع انت كمان انت مش عايز القطعة تتحرر ممكن تكرره وممكن لو هو غير بهذه الطريقة تحاول تحط وزيرك في مكان جيد وتكسر وزيرك بكوين دي تو وهنا برضو خبالك ممكن نكرر هات البيدأ يرجع يحمي البيدأ هات لو سمحت لو طلبك من هنا بترجع بهذا الشكل وتحاول ترجع الوطر من أول وجديد ومازال الشكل صفار على الانجين معك امتياز في لين معك بيدأ سالك مدعم بس الشكل صفار نتيجة ان الرخ مش عارفة تيجي للمباراة بسهولة ده تفريع ده شورت باري ده شورت بارييشن خلينا اقولك تفريع بيسموه او تفريع الحصانين برضو تفريع الحصانين من التفريعات التي يستخدمها الجمدين قوي للابتعاد عن المحفوظات من وجهة نظرهم بس هم محفظين كويس اللي هم بيلعبوه لكن انت مش عارف هو هيلعب ايه فيمكن ان تتجنب كل هذه القصص بالنقلة اللي هقولك عليها هنا المين لاين هي البيشب ودولوات يخد بالك فيه بيشب وفيه اتشي ثري تاكل ياكل وبعدين كده والتحضيرات هنا بالهبل جي ثري موجودة ودي فور موجودة ممكن بيدأ على الهواء يعني ممكن يديك دي فور وتظن ان انت كده بتاخد بيدأ كامل زيادة وبتاع بس بياخد عليك انتشار سي ثري وبيشب وحاجات كده كتيرة فراكلس فرقة بس بتتعاقب خد بالك من كتر الناتش بتاع البيادئ ده ممكن ان تتجنب كل هذا الحفظ وتحضر جي سيكس بعد ما جي سيكس دي فور بيشب جي سابن ودلوقتي هيلعب ضد الفيل الفيل عايز يطلع يربط فهيمنعه وبعد ما يأكل تأكل وبعد ما يأكل وبعد ما يطلع يأكل تذكر ان تأكل بهذا البيدأ على فكرة الاكلة دي ممتازة ما فيهاش مشكلة لكن الاكلة دي هتفكرك بالشكل اللي انت حضرته في الكلاسيكال فارييشن الشكل البيدقي شبهه شوية وانت معاك فيلين وبتبيت وبتجيب للخاخ في الوسط بسرعة الحصان بيطلع ها هنا وعايز يلف ويقف في الدي فايف وكمان شوية عندك افكار هجومية بعد الفايف بيشب بيثري الروح تيجي على الفايل الروح تيجي على الفايل بيشب اف ثري ممكن تلف وتكسر الفيالة مع بعض وشكل ممتاز ثلاثة من عشرة اثنين من عشرة على الانجين حاول تذاكر هذا الشكل افكار جيدة وجميلة واخيرا خلينا يوريك الفانتاسي فارييشن ما هو الفانتاسي فارييشن؟ الفانتاسي فارييشن انو يلعب اف ثري وبعد ما تاكل ياكل خبالك الفكرة واضحة انت الوقتي عاوزني ااكل وتجيب بيدا من بعيد تحطه في الوسط انا كمان عايزك تاكل وتجيب بيدا من بعيد تحطه في الوسط هل احنا طبيعي بنسيب للابيض هذا المنظر؟ لا لابد ان يكون لنا رد اي فايف على الهواء ايه ده بدأت ببلاش وايه يعني حتى يا عم لو خدت بدأت ببلاش وهو خاص كسر وبتاعده جميله لا طبعا انا مش هنكسر انا ندي كشة جمدة قوي من هنا وهنا احسن نقلك انجي دي 2 لان هو لو عمل كده بترجع بيدك والدنيا بازط فطبعا ما بيكلوش اساسا يا اخوانا بس اديك حارف بينتشر بتربطه خد بالك ان الفيل هنا اوعى تكمل انتشار بمنتهى طيبة القلب عشان بيش بتكسي جمدة وبعد كده كشه وبيرجع الماتيريال فلابد ان تعرف هذه النقلة وتبييد تكمل انتشار C3 بيفتح للوزير فبشبه وملكش دعوة وعادي ولو لعب كده بتلعب Queen E7 وتسيب له البيضة لو خد البيضة اخد بالك بتبيت والرخ اخد بالك لو اكل تاني واصبح انسان طماع وغشاش واناني ووحش ومش حلو وبتاع لازم تكسر هنا وبعدين ممكن تكسر كمان اخد بالك النقلة دي مش موجودة لان دايما عليها Bishop takes Point takes, Knight takes كمان في نقل من نوعية رخ هنا ولو عمل حاجة زي كده عندك Rook before جمدة جدا فكرة رجبي فور غريبة انا نفسي تقول لي فكرة رجبي لو عرفتها تبقى شطر قوي امشي Knight B8 لو عايز ينجي يلعب Bishop takes ما زال الوزير مطلوب لازم بقى يمشي في اي حتة او تغطي مثلا ودوقتي احسن نقل انه يديك الوزير تاكل وبعدين ياخد الرخ وبعدين Knight C6 طب لو دفع البيد Knight takes دي فرهة الرخ تعقيدات لكن انت في الاخر معاك تفوق اثنين بالاسود ده بالنسبة للFantasy Variation على فكرة الفانتازي ضخم ومحتاج برضو دراسة واذا لعب شخص اليك الفانتازي بافكار عميقة فهذا يتطلب منك دراسة ايضا عميقة لهذه اللينات اوكي طيب عايزني ارشح لك كورسين تذكر منهم فيه كورس لجراند ماستر اسمه سويبنيل ده جراند ماستر هندي الكورس ده رائع دور عليه وفيه كورس تاني لإيروين لاني بس ده للمحترفين ده مش هينفع تقعد تذكره ده للمحترفين ده صعب قوي وطويل قوي بس هتبزل مجهود زيادة هتلاقي نتيجة خلينا اقولك يعني بونس كده في الاخر لو الخصم اللاعب كينجز انديان هتعمل ايه؟ واحد مايعرفش غريل كينجز انديان هتعمل ايه؟ هتلعب اي فايف ماهما منعتش منها ولو كمل انتشار احمل بيدق بتاعك وبعد جي ثري هيفانكة الفيل يمكن الاشكال دي تكون جميلة وقوية ضد الفرنسي لكن بالابيض لو انت خدت البدائيني لفي الوسط دول والله ما انتز علان من حاجة بشب تبييت تبييت نايت بي دي سيفن والان روك اي وان ولابد ان تتعلم في هذه الاشكال ان لعبك على هذا الجناح اي فايف اي ثري نايت سي فايف بيشوب بي تو والان بيدق في بيدق وممكن تلف بالحصان تلعب على هذه المربعات بعد بي فايف ما تخشش في مربع الاف فايف والحصان فعلا لفه زي ما انت شايف والبادئ بتجري المطش ده على فكرة ملعوب ما بين ديفيد نافارا بالقطع السوداء وقد استطاع ان يفوز على خصم تقييمه 2600 تقريبا وكلام ده حصل في 2015 ايضا يمكن للابيض انه يلعب من بدري دي فور يعني يعود الى اللاينات الاساسية بانه يلعب دي فور هنا وانت بمنتهى الهدوء ستقبل اللعب ببيدق معزول لان قطعك كلها نشيطة ومعندكش اي مشاكل في هذا الشكل خلاص قطعك كلها شغالة والفيل شغال والفيل شغال انت لن تطمح في افضل من ذلك خلي بالك يعني ايه مباراة من المباريات وانتهت بالتعادل نكتفي بهذا القدر هذا الفيديو سيجعلك تضع يدك في الكاروكان وتبدأ تلعب لو متوقع ان الفيديو ده كافي علشان تروح مسابئة كلاسيك وتعمل بها نتائج فضيعة ضد لعيب الفينات يبقى احنا بنهرج هذا الفيديو علشان انت ما تعرفش حاجة عن الكاروكان وانا عرفتك هو انت لو لعبت الكاروكان هتشوف ايه بالابيض والافكار الاولى المبدئية اللي محتاجت عرفها بعدين تقدر تطور وتزود ان شاء الله لو انا عملت كورس للمنتسبين ان شاء الله هقول لك وهبلغك يبقى فيه تفاصيل جمدة جدا بقى عن الكاروكان من كل الكورسات اللي قعدت ذكرتها لاني عايزه يكون سلاحي اللي استخدمه في البطولات زيه زي النكدورف اتمنى اكون اتبسطت واستمتعت واستفدت اشوفك على خير ما تنساش تعملنا لايك وتشترك في القناة يعني انا بازلت مجود كبير استحق منك بعض التشجيع صح؟ شكرا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة